عشية عياضي نوروز اعلنت الحكومة الاتحادية اطلق رواتب جميع موظفي اقليم كردستان وهي المرة الاولى التي تصرف فيها بغداد رواتب موظفي الاقليم منذ عام 2014 عندما قطعت حصته من الميزانية الاتحادية وذكر بيان لمكتب رئيس الوزارة ان وزارة المالية الاتحادية اطلقت رواتب جميع موظفي اقليم كردستان بضمنهم رواتب المنتسبين في قوات البشمرقة مؤكدا استمرار التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب الى مستحقها كافة وكان رئيس الوزارة حيدر العبادي قد اعلن ثلاثاء الماضية عن رفع الحضرة الدولية عن مطاري اربيل وسليمانية بعد غلقهما على خلفية اجراء الاستفتاء في اواخر ايلول من العام الماضي